يعني الخلوتي لما يقول في آخر كتابه في المناسك إن الإنسان إذا وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أجرني من النار آه قال كده بالله عليك في عاقل أدنى درجات العقل يقول إن الخلوتي يعتقد إن الرسول يملك أن يجير أحدا من النار ده أقل عمي وأجهل الناس والحمار من بني آدم ما يقولش كده ده الحمار اللي هو أحمر ما يقولش كده مش الحمار من بني آدم يعني الحمار اللي هو أحمر بودنين طوال كده لا يعلم يقينا أن الله هو الذي يملك هذا هاي بقى الخلوتي العلامة المدقق اللغة والفقيه يعني درة في المتأخرين جاهل يعيني ولم يحقق التوحيد في بداهيات الأمور كده فهو يظن إن النبي عليه الصلاة والسلام يملكه أن يجير أحدا من النار ده فهمك يعني أقولك آه إيه المشكلة ده استخفاف يا ابني ده اسمه استخفاف مش بقى لا هو قصده اشفع لي في أن يجيرني الله من النار لا هو مقولش الاحتمال ده بيجيش في عقله وإزاي ده دي مش قرينة عقلية ده حاجة يعني بداهية ده بداهية يا إخوانا بداها أوليات الأمور أن الجنة والنار لا يملك ذلك إلا الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر